لعلنا نبدأ معك من تطورات واسط ونسأل عن خطواتكم المقبلة بعد أن رد القضاء طلب إيقاف تنصيب محمد المياحي محافظا من جديد بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية تحية لك سيدة الفاضل ومشاهدين قناة الفلوجة يعني تعرفين الوضع في واسط مختلف عن جميع المحافظات الأخرى والإطار التنسيقي قد أعلن على المعارضة للعملية التي جرت بشكل عام لانتخاب المحافظ واسط يعني تعرفين يعني إطار التنسيق أو إدارة الدولة في محافظة واسط قد أمطعنا المحكمة الاتحادية على عملية الإجراءة للانتخاب المحافظ ست أعظام عدد أعظام جلس المحافظة واسط لا يعلمون بإجراءها ولا يعرفون حتى مكانها ولا حتى المحافظ أو العضو الأكبر سنة اللي يحدد يوم الأحد القادم موعد انعقادة الجلسة وسبق في انعقادة يوم الثين فبالتالي إطار التنسيقية يعني ينتظر قرار لمحكمة الاتحادية اليوم اللي قرار اللي طلع هو يعني رد طاعن إجراء اللي صار لكن طاعن موجود والشكوة موجودة لدى المحكمة الاتحادية وإطار التنسيق أو إدارة الدولة ينتظر قرار المحكمة طيب فيما يتعلق بديالة يعني ماذا يقف وراء هذه الخلافات التي نشهدها داخل الإطار التنسيقي والتي عرقلت عقد جلسة للمجلس للمرة الثالثة على التوالي حدثنا أكثر عن الأسباب يعني كل المحافظات حسم أمرها بشكل عام إلا محافظة ديالة ومحافظة كاركوك يعني للاختلافات اللي موجودة في هذه المحافظات اللي تختلف عن جميع المحافظات يعني مطالب الكتل السياسية اختلافات يعني مشاريع ومطالبهم الكثيرة يعني عكرت وأخرت يعني مسألة حسم يعني تنصيب المحافظة ورئيس مجلس المحافظة وباقي المناسب بشكل عام الخلافات اللي تحدث بين الكتل السياسية سواء كانت بالإطار التنسيق أو باقي الكتل السياسية اللي يتدخل عملية يعني استكمال الاستحاقات الدستورية لهذه المحافظة طيب من هذه الخلافات يعني ربما الاختلاف على شخص المحافظ من هم أطراف الخلاف بالتحديد على شخص المحافظ السابق مثنى التميمي وما مدى أمكانية التوافق بشأنه مستقبلا وفي الأيام القادمة برأيك يعني تعرفين جيدا الإطار التنسيقي بعد انتهاء الانتخابات شكل لجان تفاوضية داخل الإطار التنسيقي يعني اللجان هذه إذا كانت المحافظة محسومة لإطار التنسيقي وهو قادر أو يمتلك الخمسي زاد واحد اللجنة المحصورة داخل إطار التنسيقي هي التي تحسن من سيكون المحافظة لأي كتلة سياسية ومن هي الشخصية التي تتموى هذا المنصب وإذا كانت هذه المحافظات فيها اختلاف وفيها مثل كتلة سياسية خارج الإطار التنسيقي تكون هذه اللجنة التفاوضية هي التي تتفاهم سواء مع الإطار ومع الكتلة الإطار التنسيقي أو مع هذه الكتلة السياسية ما أعتقد أن الإطار التنسيق عنده اختلاف كبير وكثير على من يتسلم هذه المحافظة أو الكتلة التي ستثبت تنصيب هذه المحافظة الآن الخلافات لا زالت داخل الفضاء في محافظة ديالة لم يحسم الأمر بين المكونات بشكل عام طيب بما أن فقط ديالة وكركوك ما تزالان خارج حسبة المناصب كيف تقيمون سيد عباس المناصب التي تقاسمتموها في الإطار مع تشكيل هذه الحكومات المحلية وبلغة الأرقام ما هو عدد المحافظات التي استحوذتم فيها على المناصب الرئيسية نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت تقدم كبير وكثير لقوى الإطار التنسيقي وأغلب محافظات الوسط والجنوب بشكل خاص الإطار التنسيقي سيطر على جميع هذه المحافظات باستثناء المحافظات الثلاثة واحدة منها محافظة كوتو التي عندها مشاكل حتى محافظة البصرة ومحافظة كربلات عرفين الإطار التنسيقي شكل لجنتين لجنة تتباحث وتتفاهم مع محافظ كربلة واللجنة الأخرى تتباحث وتتفاهم مع محافظة البصرة واللي وسط والنتائج نهائية وأفرزت بقاء هذه المحافظين باقي المحافظات حسمت للإطار التنسيقي ابتداء من بغداد وصولا إلى محافظة الناصرية والعمارة والدوانية والسماوة والبابر كل محافظات الوسط والجنوب وستختم في محافظة ديالة كل قوى الإطار انتهت بشكل تام من جميع المحافظات ولمقى لدينا سوى محافظة ديالة ستحسب خلال هذه الأيام القادمة القادمة إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا لك من بغداد عضو الإطار التنسيقي عباس غدير